السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا بكم اجازة سعيدة ان شاء الله بس لازم نشتغل تعالوا بقى فينا كده نجيب في البوكلت صفحة 129 ونبدأ في حال التدريبات النحوية الشاملة طبعا احنا لسه فاضل معنا درس التوكيد فاحنا اي سؤال عن درس التوكيد حقابلنا احنا مش هنحله بس نحل بقية التدريبات نبدأ كده في القطعة الاولى بيقول العلم وسيلة لنشر الرخاء فمنذ انشئة المصانع عملت على رفع مستوى المعيشي للافراد ولذلك يسعى العلم للتغلب على مشكلة الغذاء بزيادة رقعة الارض الزراعية لا البناء عليها كما يسعى العلم عينه الى استغلال موارد الطاقة والافادة من جهود المبتكرين معظمهم اول سؤال عندنا اعرف ما تحتوي خط العلم وسيلة لنشر الرخاء طب العلم دي كده مبتدأ العلم ما له وسيلة تبقى وسيلة خبر مرفوع وعلامة رفعيه بعد كده بندخل على الجملة او على الكلمة التانية اللي هي كلمة المصانع هو بيقول لي فمنذ انشئة المصانع انشئة الفعل ده اخواننا ركزوا كده ده مبني للمجهول مش مبني المعلوم هي مش انشئة المصانع هي انشئة مضموم اوله ومكسور ما قبل اخره انشئة يبقى ده كده ايه اللي بعدها بيبقى نائب فعل يبقى المصانع هتبقى نائب فعل مرفوع لمترفعيه الضم كلمة رقم ثلاثة اللي بزيادة رقعة الارض الزراعية كلمة رقعة لوحدها كده ما كانتش واضحة ومش متعرفة فتعرفت وتحددت بزيادة كلمة ايه الارض فالارض هنا تبقى مضاف اليه مجرور وعلامة جريه الكسر بعد كده كلمة العلم فعل مرفوع علامة رفيه الضم بعد كده السؤال الثاني بيقول لي استخرج من القطعة ما يأتي عايز نعتا مفردا وبين فيما طابق منعوته طيب ندور كده في النعت المفرد يبقى بدور على كلمتين معرفة وربعض او كلمتين نكر وربعض بحيث تكون التانية وصفة الاولى العلم وسيلة لنشر الرخاء فمنذ انشئة المصانع عملت على رفع المستوى المعيشي كلمة المعيشية هي المستوى المعيشي اللي اتنين معرفة والتانية بتوصف الاولى طيب فيما طابقة هذا النعت منعوته يعني المعيشي طبقة المستوى في ايه طبقته في النوع اللي اتنين مذكر طبقته في العدد اللي اتنين مفرد طبقته في التعريف اللي اتنين معرفة وطبقته طبعا في الاعراب اللي اتنين مجروري طيب عايز بعد كده رقم به في الاستخراج ناعتا شبه جملة انا لما بدور على ناعت جملة وناعت شبه جملة بدور عليه اصلا بدور على كلمة ناكرة ده اهم حاجة انا بدور في القطع على كلمة ناكرة تمام طيب هنلاقي عندنا الكلمة الناكرة ندور كده العلم وسيلة لنشر الرخاء كلمة وسيلة كلمة ناكرة هي لنشر جر ومجرور يبقى دي كده ايه ناعت شبه جملة لكلمة وسيلة تمام طيب يبقى احنا لما نيجي خلينا فاكرين بالله عليكم الجملة دي تفضل معانا طول ما احنا بندرس لغة عربية الجمل واشباه الجمل بعد النكيرات صفات وبعد المعارف احوال الجمل واشباه الجمل بعد النكيرات صفات وبعد المعارف احوال طيب رقم جيم بيقول لي اعيز معطوفا واذكر المعطوف عليه عند حضرتك هندور على اي حرف من حروف العطف في القطعة مش هلاقي قدامنا غير كلمة لا لا دا حرف عطف لاقي بزيادة رقعة الارض الزراعية لا البناء عليها تمام كده يبقى زيادة رقعة الارض الزراعية هو بيقول لي اسهل علم للتغلب على المشكلة الغذاء بزيادة رقعة الارض الزراعية لا البناء عليها فين المعطوف هيبقى كلمة البناء طب المعطوف عليه كلمة ايه زيادة ما اوعى بقى تحط في دماغك ان المعطوف عليه لازم يجي قبل حرف العطف مباشرة لا 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 ده الكلام مش مظبوط طبع الرقم ده لا عايز توكيد احنا لسه ما اخدناهاش بعد كده بيقول لي الطالب والسلام ضع كل كلمة من الكلمتين السابقتين في جمل بايز تكون في الاولى منعوتا وفي الثانية معطوفا عليه وفي الثالثة توكيدا لفظيا طب سيب التوكيد خلينا في ان كل كلمة من دول تبقى مرة منعوت ومرة معطوف عليه منعوت ممكن نقول مثلا الطالب المجتهد يسعى لتحقيق او اعلى الدرجات الطالب المجتهد يسعى لتحقيق اعلى الدرجات بقت كده كلمة الطالب هنا مبتدأ والمجتهد نعت يبقى كلمة الطالب في نفس الوقت هي المنعوت عايزة في الثانية تبقى معطوف عليه ممكن نقول ايه يجتهد الطالب وصديقه لتحصيل العلم كده بقيت معطوف عليه طب كلمة السلام عايزة مرة معطوف ومرة آسف مرة منعوت ومرة معطوف عليه طب لما تبقى منعوت هنقول ايه مثلا يتحقق السلام الحقيقي في العالم بالابتعادة عن الحروب يبقى يتحقق السلام الحقيقي هنا وصفت السلام بانه هو حقيقي يبقى هنا السلام منعوت طب عايزة معطوف المولي ينتشر السلام والمحبة بين افراد المجتمع هنا استخدمت حرف العطف ايه واو كده احنا جاوبنا اول فكرة نشوف القطعة التانية الدولة تسعى جاهدة للقضاء على البطالة ومن يقرأ الصحف كل يوم يجد العناوين الكثيرة التي تبرز دور الحكومة ولن تتدخر الحكومة جهدا في سبيل رفعة هذا الوطن اول سؤال عندي تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين البطالة مجرورة لانها ايه تعالوا نشوفها كده للقضاء على البطالة يبقى لعه حرف جر يبقى اسم مجرور يبقى الاختيارات هنا هي مجرورة بحرف الجر رقم اثنين دورة تعرب تعالوا نشوف كلمة دور موقعها الاعرابي يقول لي ومن يقرأ الصحف كل يوم يجد العناوين الكثيرة التي تبرز دورة الحكومة تبرز غيران تبرز دي فعل والفعل ضمير مستتر تقديره هي والحكومة هتبقى دورة اسف هتبقى مفعول به منصوبة من نصبي الفتحة يبقى كلمة دور تعرب مفعولا به ولن تدخر الحكومة تدخر فعل مضارع صوي قابلا ولن دي من ادوات نصب الفعل مضارع هي ادوات نصب المضارع كده سريعا ان ولن وكي وحتى ولام التعليق يبقى ده فعل مضارع منصوب استخرج من القطعة السابقة فعلا صحيحا وبين نوعه فالصحيح اخوانا هو الفعل اللي لما جيب زمن الماضي بتاعه مايبقاش فيه حروف علة طب تعال انجرب الدولة تسعة تسعة ده مضارع الماضي ساعة شيل التعب بتاعتني الساعة لا ده فيه حرف علة في الاخر ماينفعنيش ومن يقرأ يقرأه ده فعل مضارع الماضي قرأ آه قرأ ده ما فيهوش حروف علة خلي بالكل فيها دي همزة مش ألف همزة مش ألف يعني ده فعل ما فيهوش حروف علة يبقى فعل ايه صحيح نوعه بقى ايه انواع الفعل الصحيح يما يكون صحيح سالم يما يكون صحيح مهموز يما صحيح مضعف ده طبعا فيه همزة فيبقى صحيح ايه مهموز رقم اتنين بيقول لي عايز فعل معتل ويذكر نوعه طبعا احنا لسه مطلعين من شوية الفعل معتل تسعة حرف العلة بتاعه في الآخر ساعة يبقى ده فعل معتل ناقص عايز بعد كده نعت وبين نوعه نعت وبين نوعه طيب هندور كده هنلاقي كلمة الكثيرة بيقول لك يجد العناوين الكثيرة الكثيرة ده نعت مفرد جميل طيب نشوف عايز حالا وبين نوعها طيب الدولة تسعة جاهدة ها كلمة جاهدة دي كلمة ناكرة منصوبة جات بعد معرفة اللي هو الفعل الضمير المستطر تقديره هي اللي يقصد بها الدولة وكانت اجابة للسؤال كيف كيف تسعة الدولة تقول لي جاهدة يبقى ده حياة المفردة طيب عايز اسم معرب واسم مبني اللي هو الاستخراج السؤال رقم 5 سوف استخرج الاسم المعرب عندك كلمة الدولة عندك للقضاء عندك البطالة الصحف كل يوم العناوين الكثيرة تبر اسف دور الحكومة جهدا سبيل رفعة الوطن كل دي اسماء معربة طيب الاسماء المبنية عند كلمة من اللي هي قبل من يقرأ من هنا اللي هو اسم شرط وعندي التي اسم موصول وعندي هذا اسم إشارة تمام كده طيب عايز بعد كده السؤال رقم 6 في استخرج فعلا معربا وآخر مبنية ما بين السبب الفعل المعرب يبقى أنا بدور على فعل مضارع أو فعل ايه لا هو فعل مضارع بس بس ما يكونش فيه ايه نون نسوة ولا نون توكيد ندور تسعة اهو فعل مضارع جميل هيبقى مرفوع يقرأ حبا فعل مضارع مجزوم يجد فعل مضارع مجزوم تبرز فعل مضارع مرفوع تدخر فعل مضارع منصوب تمام كده كل دي افعال مضارع معربة طيب بعد كده عايز بيقول لي رقم 3 اجعل الفعل يجتهد مبنيا بطريقتين مختلفتين في جملتين سؤال ده شباب لما بيجي بيبقى قصد ان الفعل يجي على صورته فعل مضارع طيب انا عندي لما احب اخلي الفعل مضارع بتاعي مبني بعمل ايه يبقى حط له نون نسوة يبقى حط له نون التوكيد طب هو عايزه مبني بطريقتين يبقى انا هعمل الطريقتين تعالوا للطريقة الاولى ودي بالله لكم مفروض السؤال اللي زي ده يبقى درجته مضمونة في جيبك نشوف كده لما احط له نون النسوة يبقى مبني على السكون طب احط نون النسوة دي بأي طريقة وفي اي وقت وفي اي مكان لا لازم اجيب عبارة عن مبتدأ يكون جامع مؤنس بيدل على جامع المؤنس هن انتن واجب اي او اي كلمة من عندي تكون جامع مؤنس هفتارت مثلا اقول الطالبات وبعد كده حط الفعل تجتهد واحط لنون النسوة يبقى الطالبات تجتهد خلاص كده بقى الفعل المضارع بتاعي مبني على السكون طب الطريقة التانية اللي هو عايبقى مبني على الفتح هحط له نون التوكيد نون التوكيد ما بتتحطش كده والسلام مش هجيب الفعل وحط له نون التوكيد بمزاجي وقول له كده بقى مبني على الفتح لا هي ليه شهود قلنا يا اما في اسلوب القسم بعد لام القسم بيتحط الفعل وحط له نون التوكيد يعني مثلا والله لا يجد تاهي دن الطالب في المذاكرة كده تبقى مظبوطة او مع اسلوب الطلب اللي احنا قل له فصصناه بقى يا اما مع لام الامر اقول لك لا يجتهدن كل منكم ادي لام الامر او مع اسلوب الناحي مع لام نهي لا يجتهدن احدكم في عمل الشر تمام او مع الاستفهام اقول هل يجتهدن الطالب في عمله كده بقى انا حطيت نون التوكيد انما ادخل نون التوكيد على الفعل كده والسلام لا مش صح تمام السؤال الرابع بيقول لي ضع لها مكان لكن فيما يأتي مع الحفاظ على المعنى بيقول لي بقى لا احب الانسان الاحمق لكن الاقل او ايلي احب الانسان الاقل لا الاحمق احب الانسان الاقل لا الاحمق احب الانسان تكن تكن من الناجحين احبتك تصحبك من اللي بتصحب اللغة يبقى لغة دي هي الفاعل مرفوع وعلامة رفيه الضمة وكاف الخطاب ضمير متصل مبني في محل جر مضاف الي طيب لانها لغة القرآن لغة خبر ان ماله مرفوع وعلامة رفيه الضمة بعد كده واطلب من الله العون اطلب ده فاعل الفاعل ضمير مستطر تقديره انت والعون هنا تبقى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح اخر كلمة متقنون بيقول لي وهم في عملهم متقنون وهم في عملهم متقنون يبقى متقنون هنا خبر المبتدأ اللي هي كلمتهم مرفوع علامة رفيه الوعو لانه جمع مذكر سالم طبعا طيب نيجي لسؤال استخرج بيقول لي استخرج فعلا اجوف ايس فعل اجوف يعني فعل يكون في نصه حرف علا فعل يكون في نصه حرف علا عند حضرتك هتلاقي كلمة كن كن ده فعل أمر اه بس الماضي بتاعه كان في نصه حرف علا طيب عايز فعلا مرفوعا بدور على فعل مضار لم يسبقه ولا ناصب ولا جازم عندك كلمة تصحبك وكلمة تسم دي أفعال مرفوعة طب عايز نعت مفرد احنا لسه مطلعين كلمة الطالب نعت مفرد والنجيب نعت مفرد والجميلة نعت مفرد والكريم نعت مفرد بس ده كده كل النعوط المفردة الموجودة في القطة بعد كيه عايز نعت جملة في محل جر وبين الرابط نعت جملة في محل جر وبين الرابط نعت الجملة اللي في محل جر هنا هتبقى تندم عليها تندم عليها والرابط ها الغايبة في كلمة عليها تمام كده عشان جاية جملة بعد كلمة ناكرة ولما بيطلب مني زي ما قلنا نعت جملة ها بدور على كلمة ناكرة جورها جملة فيها رابط يعود عليها عايز بعد كده اسما معربا واسما مبنيا المعرب كلمة الطالب والنجيب وكلمة لغتك الجميلة أي حاجة غير الأسماء المبنية طب عايز اسم مبني عندك كلمة الآن ظرف مبني عندك حضرتك كلمة التي ظرف مبني عندك هاي الغيبة اللي هي في كلمة أنها كاف الخطاف في كلمة إليك يا المتكلم في كلمة نصيحتي وهكذا طب عايز فعل المعرب واجعله مبني الفعل المعرب عندي كلمة تصحبك تمام تصحب هاي فعل مدارع عايزه يبقى مبني أقول إيه الفتيات يصطحبن أمهاتهن تمام كده طيب يبقى زي ما اتفقنا احنا هطينا إيه نون النسوة على إيه على الفعل المضارح خليته مبني طيب بعد كده بيقول لي السواء الرقم ثلاثة صوب الخطأ فيما يأتي وقف الطلاب مصطفون الصح أن أنا أقول وقف الطلاب مصطفين عشان دي حال منصوبة باليع طيب بعد كده رقم اثنين نجح طلاب مجتهدين صح أن أنا أقول نجح طلاب مجتهدون لأن كلمة طلاب فاعل مرفوع ومجتهدون نعت مرفوع طيب كن يقزا لا غافل التصويت بتاع تبقى كن يقزا لا غافلا آخر سؤال في القطع رقم ثلاثة ضع لكن مكان لا وغير مازم السبيل إلى النصر التعاون للفرقة يبقى حط لكن مكان لا قول إيه ليس السبيل إلى النصري الفرقة لكن التعاون طبعا لازم أهم حاجة أن أنا أحافظ على إيه على معنى الجملة طيب نيجي للقطع رقم أربعة وآخر قطع نلتقي مع بعض النهاردة إن الفرد العاقل يجب أن يجد ويجتهد حتى يصل إلى هدف يحقق طموحه فالحياة تجعل الإنسان أقوى عددا وأحسن خبرة ومن يرد النجاح باهرا يسعى له ليدركه فيجب أن تستخدم أقلك لتستغل قدراتك أعرب ما تحتهو خط يجب حب فعل مضارع مرفوع علامة رفيه الضمة الإنسان مفعول به أول عشان الفعل تجعل مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة النجاح هيبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة عقلك ما فأقول به منصوب وعلامة نصبي الفتحة والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه حضرتك بقى لما تيجي تعرف وتلاقي أكتر من كلمة عربها ما فأقول به حضرتك بتركز في عرب الكلمة ما لكش دعوة اللي قبلها إيه ولا اللي بعديها إيه تركز وخلاص هي طبعا ما تجيش في الانتحان بس حضرتك لما تيجي تحل لازم تبقى مركز كل كلمة لوحدها يعني متغيرش رأيك في عرب كلمة عشان خاطر عرب الكلمة اللي قبلها أقول بعدها كان شبه ده مش مكيس طيب عين من العبارة اسلوب شرط وبعين أجزاؤه عند حضرتك من يريد النجاح باهرا يسعى له يبقى عندي أداة الشرط من جملة الشرط يريد جملة جواب الشرط يسعى طيب عايز نعت مفرد عندي كلمة العاقل نعت جملة وبينوها ومحلها الإعرابي زي ما اتفقنا وأنا بدور على نعت جملة بدور على كلمة ناكلة حلاك كلمة هدف وراها جملة اللي هي يحقق طموحه تمام؟ النوع بتاعها طبعا نوعها جملة فعالية والرابط ضمير مستتر في الفعل للمضارع اللي هو يحقق تقديره هو يعود على الهدف طيب عايز حال مبين نوع كلمة باهرا حال مفردة اسم مغرب عند حضرتك كلمة الفرد كلمة العاقل زي ما اتفقنا اي كلمة غير الاسماء المبنية طب عايز اسم مبني عندي اداة الشرط او اسم الشرط من؟ تمام كده كاف الخطاب في كلمة اقلك هي الغيبة في كلمة يدركه طيب عايز فعل مغرب وفعل مبني فعل مغرب يجب يجد يكتهد يصل يحقق تجعل يريد يسعى يدركه يجب تستخدم تستغل وهكذا التمييز طبعا ده لسه ان شاء الله الترمجاي معلش فيه غلطة هنا عايز معطوف عايز معطوف بيقول لي كلمة احسن لان هي قبلها الواو هو بيقول لي هي تجعل الانسان اقوى عددا واحسن خبره تمام؟ جميل طب حضرة متسابقان لا ثلاث ضع البل بدلا من لا وغير مالزا هقول ايه؟ حضرة اقول لي بقى حضرة ثلاثة هو عايزي بنحط بل اه يبقى نقول حضرة ثلاثة متسابقين بل متسابقان وده اقدر اقول ايه؟ حضرة ثلاثة متسابقين بل متسابقان دي هنا اللي بتفيد الاضراب عشان الجملة مثبتة او ممكن فيها واستخدم بل تكون بمعنى لكن فاولي ما حضر ثلاثة متسابقين بل متسابقان وبكده يبقى انتهينا من حل اول اربع قطع نحوية اه اتمنى لكم التوفيق باذن الله ويناركم قريبا انشاء الله شكرا جزيلا